بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرجع لكم تاني ونكمل مع صف الثالث السنوي حل البوكلة رقم 2 ما تنسوش تدعمونا باشتراكاتكم بلايك ولايك ولايك نفعل الجرس عشان يوصلنا كوند جديد نشير لزمينا بإذن الله عشان كلنا نستفيد بإذن الله مع بعض يلا نروح للبوكلة ونشوفه امتحنا حنحله ازاي ونشرحه مع بعض اتفضلوا يلا حنفتح كتابنا صفحة 9 ونقرأ مع بعض على ريشيرش دوت غافي يعني بحث عن عمل والمزيريك البريكة كنت أتوقف عن عبر مكين نسمي عبر يشش سيد فرنسي أمم أسلي سوري يشش أن فرنس أنا فرنس أمون زو خمس سنوات عند تلاتين سين جوزين دقس پرونزين لان låونتا دو لدينا خبرة خمس سنين في بيع الملابس ويجا تتعب في اشتغال في استقبال في الفند او سن تغدو باري في وسط باريس دون من سيبه في سيبه بتاعتوي جي اندكي انا او شير لانا بتكلم كويس كوروما بتلاقة لو فرانسي للمان لانجلي بيان سيرو بتاكيد سيما لانج ماترنال الاراب ولغة العربية كمان جيم تغبية بحب اشتغل دون فوتر ايبار ماركت بداعكم جي بو تغبية ممكن اشتغل من الساعة تمانية لحد الساعة تمانية مساء منذ مسيل المنزل بتاعي اكو تيدو فوتر تغبية بجانب مسكاني بجانب عملكم اه فرد عليها الو دركتير دو دو سي ايبار الو دركتير بتاع الهايبار دا رد عليها لما دام عبير جي لبلوزار دو اكو يير انا اه لي السعادة او اسعد ان انا بستقبلك في المكتب بور ان انترويو لمقابلة يوم لاثنين الساعة اتنين اتوقتي دو فوتو احضر صورتين وو بابيار واوراقك دو سجور اوراق الاقامة بتاعتك اي ان فوتو كوبي و نسخة من بطاقة الهوية بتاعتك على التند في انتظارك مدير ميسيو بيو عبير مكانسي شارش بتبحث عن عامل ترافاي اه ميزون دو عبير المنزل بالله ميزون دو عبير المنزل عبير بيكون ايه طبعا قريب اخر واحدة رقم سي طيب عبير مكانسي بار بتكلم كاتر لونج طبعا اربع ايه لغات لودركتير فا ريس فور عبير لونج دي ابريمي دي يوم لاثنين بعد الضهر عشان حيستقبلها الساعة اتنين حنركز مع بعض الصفة عشرة عبيرة دي جات رابايير دوم عبير اشتغلت قبل كده طبعا في محل ملابس اللي اخر واحدة بورت رابايير عشان تشتغل عبير يجب ان تحضر طبعا اوراق الاقامة بتاعتها اللي بقي مش موجودين في القطع عندنا رقم سبع عبير بوباسير عبير ممكن تقضي كم ساعة في العمل طبعا اتناشر ساعة عندنا عشان من تمانية لعشرين فذول اتناشر ساعة موا في القطع اللي بعد كده دع صح وخطأ طبعا موا سي بير فينسون انا بير فينسون جابيتا باري انا بس كن في باري دون لو كارتير نابليون في حي نابليون جي لشيفون وارانا شعري اسمر لزيو مارون وعنايا عسلي جيملو كونتايا بيكلو جيم بحب التواصل معنا جيم دير بحب بساعد ميكو باز دخاي في العجازة جيمة اللي على كامبانيا يحبوا ذهابوا الى الريف سيتان اندر وعد يال انه مكان مثالي اولانترو في حيث نجد الهواء النخيلو كالمو الهدوء لو ببيزاج والمناظر الطبيعية الجميلة جي باس على كامبانيا انا بقضي في الريف من ثلاثة الاربع سبية لهناك جي في بكود اكتيفتي بحب اعمل انشطة كتير جميلة اي فانا بستايغ ستريتو مبكرا جدا بوريدير المونج جرونبير لمساعدة والدي على فارم في المزرعة اختي بريجيت اختي بريجيت ادماء جرونبير بتساعد جدتي اناورير في اطعام الاراني رامسير ليزوف وجمع البين وبوليير من العشة بتاعة الفراخ الو الجيم والخضروات من المزرعة او من الصوبة ابري بعد ذلك جيمي برومان انا بتنزع على ظهر الحصان وشامب في الحق للبريمي دي بعد الظهر انا بتغدى عند عمي اندري ماتونت ناتلي وعمتي ناتلي لفام دو من انكل زوجة عمي ايتام بون كوزينيار بتكون طباخة جيدة جي بس لسواري انا بغضي الصهرة اجوي افيك مي كوزان باللعب مع اصدقائي اولاد عمي ريبور واسوزان لوسا ميدي مون كوزان ريبور وموا انفاء الابيش احنا هنالتنين بروحوا للصيد في البحيرة وبعد ذلك نونو بنيو انسامبل بنستحم سوائي في رقم تمانية بيير علي زيونوا بيير عينيه سامرة طبعا احنا اللي جابة هنا خاطئة اه في رقم تسعة في الاجازة بيير ينفير دو كامبن بيير بيحب يعمل كامبن واحنا عابلين ان كلمة كامبن معناها تخيم معناها معسكر يعني يخيم يعني طبعا دي غلط هو بيحب يمارس بيحب يروح غيف طبعا ويستاد سامك الاخير بيير سيبان يو دون لربيير سامدي دي غم لدي ساحيحة عندنا وي هوا ألها نو بيحب يه في رقم 11 بريجي تام دوني غمانجة او لابتان بريجي تحب تعطي الارانب توكل الارانب يعني دي غم لدي صحيح على بريمي دي بعد الظهر بيير دو جان شهي سونانك لاندريل غم لدي صحيح بيحب يتغدى ويتغدى عند عمه مادام ناتيلي نسي با فاغ لكوزين ما بتعرفش تطبخ لدي طبعا ما ايرى فاغ لدي غلط بالنسبة للمواقف ناخد بنا قاوم مواقف عندنا فودي موندين انت بتسأل صديقك سوكول في الاليبريري بيعمل ايه في المكتب ماذا يفعل في المكتب هو حيرودي يقولك ايه جي اشد دوليفر انا بشتري كتب طبعا ما تنفعش انا اخرى روايات لان دي في ايه الالا بيبليوتيك في المكتبة ممكن او سي دي ايه في مكتبة المناه المعارف اللي احنا كنا بناخدها في سنة اولى انت عايز تشرب حتقول انا عدشان ولا انا جعان ولا انا حران طبعا انا ايه عدشان اول واحدة اللي ايه وار سواف او جي سواف فوديموندي انت بتسأل صديقك كاليسبوري البريفير ايه الرا ده هو يفضل هو حيجاوب حيجاوب يقول جيفيدو لجيمناستيك انا بمارس الدومباز او العاب البدنيه في رقم سبعتاشر فوديموندي انت بتسأل سيرفير سيرفير يعني الجرسون او الخادم عن طبق اليوم حتقوله ايه القائمة من فاضلك الحساب من فاضلك مية من فاضلك طبعا القائمة من فاضلك اللي هي اللوميني سيل فوبلاي فوترا مي صديقك فوديموندي صديقك بيسألك عن عدد الوجبات يوميا هو بيقول يبقى عايز سؤال يبقى كم وجبة تتناول يوميا اللي هي رقم سي طبعا فرقم تسعتاشر فوديموندي انت بتسأل صديقك لديفنسيو دو مترو تعريف كلمة المترو هو بيقول الهول سولتار هو بيسير تحت الارض فو كونسيانا ما انت بتسأل بتنصح صديقك المريض فانت بتقوله كونسيلتان متسا يعني طبعا استشير طبيب مش هتقول له ما تاخدش الدواء ولا هتقول له مارس كتير من الرياضة لا استشير الطبيب هي الاخوة عنده فوديموندي انت بتسأل افوت رمي بتسأل صديقك سونو بانيون رأيو عن مباراة نهائية هو بيقول جو تروفكو انا عارف جو تروف سي ماتش تري انتريسان انا شايف او اجد ان هذا الماتش رائع جدا طبعا اللي بعدها سؤال اللي بعدها طبعا اختراح ضد اختراح فهتقول ايه طبعا سات ان بوسيبلي سات ان بوسيبلي يعني ده مستحيل يبقى انا ضد طبعا مش هقول الاولى طبعا فكرة جيدة ولا هقول دكو في جملة اللي بعدها فوفوز ان فرمي انت بتستعلم عن عدد ريان ريان اللي هي الاقسام بتاعت السوبر ماركت فصديقك بيقول بها بيقول او بتكون من سي ريان من ست اخسام اخر واحدة طبعا شوزي اختار طبعا اول واحدة فوفت تجور عندي كلمة تجور الناف ياخد جامعة على طول طبعا ما في نافية بوس في تجور اخد جامعة على طول احنا عارفين النافية الاطفال يعني ايه بشعوروا بالعطش الامار الام اعطت الماء الى مين الى الاطفال طب الاطفال جامعة هنا يبقى تاخد لور الاخيرة متاخدش الويه زي ما كنا حد مجاوب هنا برده تعالوا اه الصفحة في رقم عشرين مكتوب ريان احنا عارفين ان كلمة ريان جامعة مزاكر فمش هينفعلها كلا عشان جامعة مؤنس يبقى اخد كومبيان دو حيث يمكن عيليني السؤال ده ابل كده يبقى كومبيان دو ريان اليا او ابر مرشا طيب بعدها جولي جولي لفاكانس دوت دورنيار يبقى ركز او على كلمة دورنيار الماضي بان عايز ماضي مركب طيب ماضي مركب عندي جمليتين فيها ماضي مركب ايه باسي و اه باسي احنا عارفين ان الفرب باسي لو جه بعده مفعول مباشر اللي هي لفاكانس او جه بعده زمن عمتا يبقى معناه ياخد المساعد او واربو ما ياخدش تبعية يبقى اختار الاخيرة ما ينفعش طبعا اختار اه رقم بي اللي هي ايه باسي لان في الحالة دي لابد يكون بعدها مفعول ايه غير مباشر طيب اه في رقم تمانية وعشرين مومبير والدي جو بيان وعدين فوتبول احنا عارفين فيربي جوي بياخد اه بعده فبعدها كلمة فوتبول فوتبول مذاكر تبقى او على طول اللي انفعش تغنروب كوتو مادة خام ايه بقى ماتير ايه مادة خام انا عارف ان انا بحط قبلها حرف جر اون نو منتا غشوفال نو سافو طبعا نو حاخد فعل فاخر او اناس ان اتي في الصيف جفة دو كامبنگ مونتاني مونتاني مونتانس يعني جابل يبا على مونتاني انا طبعا بعمل تخيم او بخيم في الگا انت لا تتحدث الفرنسية قالوا لا دحنا بتكلم انجليزي لا دحنا بنتكلم انجليزي بلا نفي يبانو على طول مون امي جوليان صديقي جوليان اي مالد جوي باسي شي صديقي وفي هنا شي حرف جر ايه سابت حرف جر سابت يماخد بعضه ضمير من ضمار التوكيد ضمار التوكيد اللي هي ايه طبعا مواوط واو لوي الى اخره طيب هنا عايد على مين على جوليان جوليان بيسوي هو ايه ضمير التوكيد بتاعه لوي يبقى احنا هنختار لوي عندنا في الجملة اللي هي قدامنا ديه في الجملة الاخيرة في الاختياري طبعا عشان كلمة كافي مذكر فحاخد ديه في الميل الاولاني بيقولوا اي شي تحتاج اللي ناجي لسيباحا طبعا ننا محتاج مثلا مايو دو با يبقى حول جي بزوان ان مايو دو با بور ناجي اينا تو مالي سازي ريادة يبانا بمالي سازي ريادة جي براتيك سسبوع على بسين بمالي سافي حمام السيباحا كالي من تبريفه ناجي ايه الاتعيمة تفادل انتاكول موضوع الاولاني صديق اصدقائك بيتحدث عن انشطاتهم اثناء الاجازة اكتبهم قالوا ايه وخالي بقى لك من ان فيه كلمة مونتاني فيه كلمة فردو يمارس فيه كلمة عليه الموضوع التاني اياري بقى لابد اكتب في زمن الماضي والدتك تعبت اه وفوزها فيه انت عملت تسوق انت روحت تسوقت مكانها احكي ان الموضوع ده سهل ولزيز افوار مال طبعا يعني تشعر بالقلم سوبر ماركت اشتار يعني يشتاري اوكي ما تنسوش برضو تدعمونا بلايكاتكم بتفعلكم للجرس عندكم باذن الله بان انتو تشيروا الفيديو ده عشان زمالكم تستفيد وانا استفيد احنا نرخلين بالقناة بتاعتنا واتمنى طبعا ان انتو تحوزوا على اعلى الدرجات حقيقة عندكم برضو تكملة مش هكامل معاكم بالصوت البوكلة رقم 3 موجود معاكم ورجعوه باذن الله ولو فيه اي ملاحظات او اي حاجة اكتبوها لي في التعليقات وباذن الله نرد عليها مع بعض وفي رعاية الله والى اللقاء مرة تانية باذن الله اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة